ما زالت حركة الشاحنات الإغاسية إلى غزة تتزبزب يوما تلو الآخر ففي ختام هذا الأسبوع عبرت إلى كرم أبو سالم 29 شاحنات إغاسة عدا منها نحو نصف العدد ومعظمها كانت بنفس الجولة ورغم تنصيق مع الجانب الإسرائيلي بخصوص عدد الشاحنات وحمولتها إلا أن سياسة الاحتلال تمارس تعنطا ضد المجتمع الدولي ومنظماته الإغاثية كما يقدم للفلسطينيين من مساعدات إنسانية المزيد مع الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصرية أحييكم من أمام معبر رفح البر بين مصر وقطاع غزة وفي ختام اليوم رقم 49 بعد الثلاثمائة على بدء حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة ينقضي هذا اليوم ويختتم به هذا الأسبوع والذي شهد انخفاضا حادا في حركة الشاحنات المقبولة لدى الجانب الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم فقد بدأ هذا الأسبوع بقبول شاحنتين إغاثيتين فقط من نحو 17 شاحنة يوم الأحد ليكون اليوم هو المتمم للأسبوع بتسع وعشرين شاحنة قبل منها خمسة عشرة شاحنة ورجعت أربع عشر شاحنة من دون أن تقبل وفي الجانب سيارات الوقود وبخصوص سيارات الوقود كان هناك اليوم تسع شاحنات وقود خمس منها سولار وأربع غاز تم قبولها وأفرغت شحناتها في الجانب الآخر هذا الأسبوع شهد انخفاضا حدا في وطيرة ما يتم قبوله من مساعدات إغاثية وهو دأب الجانب الإسرائيلي في الفترة الأخيرة في عرقلة دخول المساعدات رغم أنه يتم التنسيق معه وبين الجهات المعنية بدخول سيارات الإغاثة بعددها وبشحناتها وبما تحمله من مواد إغاثية ولكنه لا يبالي بالاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني ولا يبالي بنداءات المجتمع الدولي بضرورة أن يتم فصل المدنيين عن أي اقتتال أو أي صراع ولكنه لا يفرق بين أحد وآخر الجميع لدى الجانب الإسرائيلي مستهدف بشتى أنواع الاستهداف ومنها الاستهداف بالتجويع ومنع وصول المساعدات الإغاثية إلي انتهى هذا اليوم وغدا الجمعة لا توجد مساعدات نستطيع أو يتم مرورها إلى الجانب الإسرائيلي ويوم السبت أيضا بسبب الأجازة الإسبوعية في الجانب الإسرائيلي ومن ثم يبقى الجانب الفلسطيني من دون مساعدات يومي الجمعة والسبت ليتم استئنافه حركة مرور الشاحنات مرة أخرى يوم الأحد مع تعانمت جديد للجانب الإسرائيلي في قبول المساعدات الإنسانية للفلسطيني من أمام معبر رفح البري بسم أبو العنين في الفيزيون من أسر